كثير معلمين ومعلمات وأهالي بخافوا أنهم يبدأوا مشوار تدريب فنون الأداء تعليم على الكمانجا وعلى البيانو في جيل صغير يعني في جيل 4 سنوات لجيل 7 سنوات ولكن هذا الجيل طبعا ممكن نبدأ معه ولكن المهم أنه كيف أبني المنهاج بشكل عام رأحكي ممكن أنه نبدأ معهم في نصف ساعة فقط مش أكثر لأن الأطفال ما بتحملوا ويتعلموا ويركزوا أكثر من نصف ساعة والنصف ساعة هاي تقسم إلى ثلاث أقسام الكسم الأول هو المادي الجديدي نتعلم فيها المادي الجديدي بعدها بطلع لعشر دقائق إضافيات اللي هني أنا بخرج عن النص وبخرج عن المادي اللي أنا بعلم فيها وبعمل فعاليات موسيقية ولكن فعاليات موسيقية مهنية تقسم الفعاليات الموسيقية المهنية إلى ثلاث أقسام رأح أشرحها فيديو الثاني والكسم الأخير اللي هو عشر دقائق الأخيرة برجع بأكد المادي اللي تعلمناها في العشر دقائق الأولى عشان يطلع الطفل أو الطفل من الدرس وهو متذكر هاي المادي وطبعا مساعدة الأهل هون ومشاركتهم كثير مهمة في هاي الأجيال عشان التدريب البيتي طبعا المتابعة الإسبوعية من خلال الأهل مع المعلم أو المعلمة هذو شيء جدا مهم عشان الإنجاز يصير خلال الإسبوع والإسبوع اللي بعده نرجع من عاود نفس المنظومة ولكن بصير في عنا تقدم كل مرة موسيقى